يا صباح الفل عليكم من قلب الدنيا ايوه زي ما سمعته من كم يوم بس ناسا نزلت يوم الفلانتاين صورة الواحد الفيوم من الفضاء على شكل قلب وكتبت عليها هابي فلانتاين دي وان واحد الفيوم عبارة عن قلب كبير في وسط العالم او الكرة الارضية علشان كده بقول لكم صباح الفل عليكم من قلب الدنيا انا موجودة النهاردة في الفيوم وافرقكم على كامب حقيقي مش مصدق لحد دلوقتي ان الكمب ده موجودة عندنا وفي الفيوم حاجة كده عالمية الكمب ده اسمه ريمال الرايان قريب جدا من جبل المدورة في طريق شلالات الرايان الكمب ده فيه سويتس وفيه غرف عادية تعال فرقكم على السويت اللي انا كنت فيه مبارح وحاجة كده فخمة جدا جدا وهدية وسامبل في نفس الوقت السويت عبارة عن بابل ايوه المكان كله اصلا بابلز زي ما انت شايفين كده البابل بتخش جواها تنعزل عن العالم الخارجي كله تفصل عن الدنيا في هدوء انتام جوا البابل بتاعتك وتعيش الاجواء الحلوة في وسط الصحرة وعلى جون كمان انت عند البحيرة مش في قلب الصحرة وبس زي ما انت شايفين دي كل تفاصيل الغرفة او السويت عشان ما غلطش ما بين الغرف والسويت كبير جدا ومسحته رائعة وهدي والديكور بتاعه سامبل اوي 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 وفعلا مريح الاعصاب الديزاين كله انا بشكر المهانس عليه حقيقي رائع رائع وحسسنا كده ان احنا عندنا كامبس عالمية يا جماعة الكامب بقى مش معترف عليه بس هنا في مصر ان هو مجرد كوخ او خيمة لا بقى في حاجات عالمية جدا موجودة في مصر وفي الفيوم قلب الدنيا الطايلت كبير اوي عايز اقولكو ان الكامب اصلا جوا محمية طبيعية عشان كده هتلاقي كل حاجة ايكو هتلاقي كل حاجة من الخشب من الاحجار حاجات صديقة للبيئة في كل مكان طبعا الحاجات دي بتعمل طاقة ايجابية جميلة جدا جدا بتكتسبها طول ما انت قاعد جوا المكان وموجود طبعا جاكوزي عشان يكتمل الدلع بقى على الاخر حقيقي المكان جامع ما بين كل حاجة تحس انك في خيمة وفي نفس الوقت في سويت فاخر جدا جوا بابل مش موجود زيه في مصر كلها هتحس بالبساطة والرواءان والفخامة في نفس الوقت من اجمل الاماكن اللي قضيت فيها وقت حلو قوي مش هنساه طول حياتي رمال الرايان كم من قوة قلب الدنيا الفيوم لنا فيديوهات كتير استنوني تاني